في تحول مفاجئ للأحداث وفي مؤشر قوي على تعاضم فرص الرئيس أردوغان بالفوز في الانتخابات الرئاسية أعلن المرشح الرئاسي السابق سينان أوغان دعمه للرئيس التركي في الجولة الثانية من الانتخابات المقرر إجراؤها في الثامن والعشرين من الشهر الحالي قرار الرجل الذي توجهت جميع الأنظار إليه منذ نهاية الجولة الأولى من الانتخابات سيلعب وفق خبراء سياسيين دورا محوريا قبيل انطلاق السباق الحاسم بين الرئيس أردوغان ومرشح المعارضة كمالكي لشدار أوغلو يوم الأحد المقبل لا سيما أن أوغان حصل على أكثر من خمس في المئة من الأصوات خلال الدورة الأولى من الانتخابات التي خاضها مرشحا عن تحالف الأجداد وعلى الرغم من عدم وجود ضمانات بذهاب جميع أصوات أوغان البالغ أكثر من مليونين وثمانمائة ألف إلى الرئيس أردوغان إلى أنه كان بحاجة إلى مائتين وثمانين ألف صوت فقط للفوز ومن بين أبرز القضايا التي تطرق إليها أوغان خلال إعلان دعمه للرئيس التركي هي ضرورة معالجة ملفات الاقتصاد ومحاربة الإرهاب والزلزال وعودة اللاجئين وبخلاف ملف إعادة اللاجئين إلى بلادهم فإن أوغان يختلف مع تحالف الأمة المعارض في بقية المواضيع التي وقفت حجر عثرة أمام إعلان دعمه له بدءا من عدم حصول المعارضة على أغلبية برلمانية مرورا بدعمها للأحزاب الكردية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا إلى جانب الخلافات السابقة بين أوغان وزعيمة الحزب الجيد ميرال أكشنار ووصولا إلى حقيقة أن أردوغان بحاجة إلى أقل من نصف في المئة للفوز بالانتخابات وبالتالي من الطبيعي أن يدعم أوغان الطرف الفائز وعلى الضفة الأخرى تسود حالة من فقدان الأمل بين أحزاب المعارضة بعد خسارتها الجولة الأولى ليعمق إعلان أوغان جراحها ويعزز شعور الخسارة لديها لا سيما أن بعض أنصار المعارضة قد يرون أن أصواتهم باتت بلا معنى ما يقلل نسبة مشاركتهم ويزيد نسبة نجاح أردوغان الذي تفوق في الفعل في الجولة الأولى بأكثر من مليونين وثلاثمائة ألف صوت